انتم تعلمون كيف تلك الساعة الآن؟ في الساعة الانتذى اية عام لانا من الساعة الانزاع من الساعة 10 سوف يمرض الى الان أريد حاجة حلوة نحن نحن لم يزيد حاجة حلوة نعملها منذ عرضه فنصمم لأكل حاجة حلوة في الساعة الانتذى وعنده مدرسة الصبح والبيت كله نايم وهو مصحايا فأقوم في حاجة حلوة نعمل اي الوقت؟ حاجة حلود مدين الوقت لا فتح السورا لا يلا بينا نشوف اخرة عبد الرحمن معانا هنا طاصة على النار معانا كبات سكر هننزل كده بالطاصة وهنسيبها مع بعض كده لما تكرمل زي ما انت شايفين كده ما نحركش السكر نهائي خالص هنسيبه لما يبتدر يكرمل معانا وبعد كده نقلبه زي ما انت شايفين كده حبايب قلبي هو واقف جانبي يقول لي ايه يا ماما انتهت احراء السكر ايوا يعبودا حنحراء السكر زي ما انت شايفين كده حبايب قلبي السكر بتاعنا بدأ يتكرمل معانا اهم حاجة كل نار HP خالص نزلنا بنص كباية مية زي ما انت شايفين الشايفين هنخفضوش هيفك علي طول ساعة المية ماتقلي معاك علي طول هيروح بالفاكك زي ما انت شايفين كده 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 السكر بتاعنا داب تماما زي ما انت شايفين يا بنات ما تقلقوش خالص اهم حاجة تهدو النار وتشتغل براحتك خالص معنا هنا حتت سامنة بلدي كده حوالي معلقة عندك زبدة حط زبدة انا عندي سامنة بلدي عشان نعزز الطعم شوية هنبتدي بقى نقلب كده كده السكر بتاعنا داب والمية غلت والسامنة كارملت معنا هنا نص كوب بايت مية بحوالي معلقتين نشا دوبتهم كده وهننزل كده على السكر برضو بتاعنا ونبتدي نقلب هتعمل ايه مصمر احنا هنخترح حاجة حلوة العبودة طالما ايه من نص الليل وعايز حاجة حلوة يبقى لازم نعمله احلى حاجة حلوة تابع الفيديو معايا للاخر وان شاء الله هنعمل حلو جميل جدا وان شاء الله جربوه كل سنة وانتوا طيبين جربوه حتى في ايه في راس السنة يلا بقى النهاردة هنعمل حلوة مع عبودة وتشوف الفيديو للاخر وان شاء الله هيعجبكم بس حبايا يا ريت ما تنسوش بقى تحطوا اللايك زي ما انتوا شايفين كده السكر بتاعنا كارمل معانا وان شاء الله وتماسك شايفين القوام الجميل ده شايفين المنظر الخطير ده شايفين هو أقولك السكر راح فيني يا ماما ده السكر يا عبودة زي ما انتوا شايفين كده معنا لطباق بتاعتنا وهنبتدي ننزل في كل طبق بحوالي معلاتين من الكرامل بتاعنا اللي انتوا شايفينه ده هنبتدي نوزع في الاطباق كده نحط في كل طبق حوالي 3 معلق لما نخلص الكمية بتاعتنا شايفين شاكلها حاجة كده وطعمها بجد تحفة شايفين كده الطبقة الاولى يلا بينا نكمل الطبقة التانية شايفين شاكلها معنا هنا حوالي كوباية شعرية شعرية ومصمر ايوة شعرية عندك كوباية شعرية هنحطها على حل على النار كده ومعانا نص كيلو لبن هننزل كده حباه بقلبي على الشعرية بتاعتنا ونبتدي بقى نقلبها ونسيبها لما تتسلق كويس قوي معنا هنا نص كوباية سكر وطبعا السكر حسب الرغبة معانا هنا برضو قطعة سامنة بلدي عندك زبدة برضو حطي بصي اللي اللي موجود عندك اشتغل بي على طول ما تعتليش لأي حاجة هنبتدي نقلبها كده ومعانا برضو حوالي معلقة صغيرة فانيليا سيلة عندك فانيليا حبيبات عادي برضو حطي زي ما قطيلك ما تعتليش لأي حاجة هنبتدي نقلبها كده ونهد نار عليها ونسيبها لما تستوى تماما اه كوامها كريمي زي ما انت شايفين يا بنات بجد النهاردة هنعمل أحلى حلو لأحلى عبد الرحمن زي ما انت شايفين كده هو نايم وبعد هو متعود ان انا اعمل له حاجة حلوة يقوم الصبح يتلاقى حاجة حلوة فهو بقى نام بدري وقام إليه فقام يلف في التلاجة ما تلاقاش حاجة حلوة لقيته قام زعلان بقى وماما ومعملة حاجة حلوة شايفين كده فرمناهم في الكبه يا بنات بعد ما استلقهم ويجبناهم بقى هنبتدي بقى نحطهم في الأطباء بتاعتنا وكده عملنا الطبقة التانية شايفين حاجة كده روعة هندخلها التلاجة حوالي ربع ساعة ونطلعها ونوريكوا بقى الحاجة الحلوة اللي احنا عملناها العبودة سهلة وبسطة جدا يا بنات والله بجد طعمها كان خطير بجد شايفين شكلها جميلة شايفين واقفة ابنه ببص بقول هتبقى حلوة قلتوه اه ده الحلو بقى اللي احنا ن نعمله فرص السنة كل سنة وانتو طيبين حبايا بقلبي شايفين الحلوة الخطير ده مبسوط ازاي مع انه اي من النوم بصوا قعد تنايم فيه جساعة يا ابني نعمل الصبح اقول لك اابدا حاجة حلوة يا ماما وتلقوه نخترع نشوف اين اللي موجود ونعمل حاجة حلوة شايفين الشكل الخطير ده شايفين شايفين الكراميل اللي ما شاء الله تحفى وما شاء الله بجد والله يا بنات بجد احنا اخترعنا الحلوة ده انا وعبودة بس بجد للامانة والله كان طعمه تحفى ما شاء الله جميل جدا والطعم بتاعه يعني تحس كده ان انت بتاكلي عارفينش العزيزية بالعكس بل احلى والله بجد كان طعمها جميل جدا 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 زي ما انت شايفين شكلها ما شاء الله سهلة وبسطة جدا جربوا الحلوة ده بقى احرق السكر زي عبودة ما بقول بقول حرقتي السكر يا ماما احنا حرقنا السكر شايفين ما شاء الله شايفين تقطع كده كأنك بتقطعي عزيزية والكراميل شايفين الكراميل اللي ما شاء الله شوفوا طبقة والطبقة ما شاء الله عليها جميلة جدا وسهلة جدا تقدر تعملها لأولادك بكل سهولة وإحنا عملنا اللي موجودة عندنا شوفوا يعني من حاجات بسيطة في البيت عملنا الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه ده شايفينه ما شاء الله سهل وبسيط جدا جدا تقدر تقوم تعامليه على طول لأولادك وتفرح أولادك بحاجة بسيطة جدا شايفين ما شاء الله وعبودة بقى أكلناها أكلت طبق وعبود اكل طبق وصمرت بقى امت ايه يا ماما بتعمله ايه اخدت برضو طبق قالت لهم يلا حبيبة حاجة حلوة على السريع وعن الباقي بقى في التلاجة للي يحتاج بقى ياخد منه شايفين شاكله بجد كان طعمه طحفة جروا بيا بنات بكوباية ايه بكوباية اصفا بكوباية شعرية ويه اللبن وسكر يعني شوفي من 3 مكونات عملنا ايه وكده اكلنا وحملنا ربنا تعالوا بقى معي واركوا عبودة راح فين بعد ما اكل شايفين اكل الحاجة الحلوة وشد البطنية وكم النوم بجد والله طحفة كارباية بنات واشوفكم في وصفة جديدة وان شاء الله نكمل